بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة بعنوان مخافة الله وقت دي أحيان الإنسان يتعرض لصراع بين أنه يخاف على روحه من الخطر والأزية وبين ما خافت الله عدم السبات ويخاف حسن ما يثبتش في أمانته ربنا وعهده العهد اللي بينه وبين ربنا وبالتالي يبقى يزعر ربنا فالمسيح للمجد اختار السبات في الأمانة وحفظ العهد ما خافش على روحه وفضل أمين في عهده وحمل الصليب للنهاية مرتدش عن الصليب مرجعش ظل أمين وسابت على مبادئه وشهاداته اللي علم بها المسيح الجموع اختار المسيح للمجد الخضوع لما شئت الآب وعشان كده صلى على جبل الزتون في البستان وقال يا أبتان انشئت أن تجيز عني هذي الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك في لقاءة 22 آية 42 وده اللي عملوا كمان الشهداء والناس الأمناء اللي خافوا ربنا وما خافوش الألم ومهما كان الألم هيسبب لهم الديقة سبب لهم أو الألم أصروا على أماناتهم فالهروب من ديقة الإنسان يهرب من ديقة وميعصى الله يعني ما يخافش الله ويعمل حاجة مش مزبوطة ضد من خافة ربنا ويسلك بعدم أمانة ده ضد ما خافت الله يا إنسان يخاف الله يا إمه يخاف على روحه يعمل أي حاجة تانية بقى ده موضوع تاني عشان كده الله بيعلمنا أن احنا ما نخافش من يقتله الجسد فما خافت الله بتترجم في الواقع العملي بتقدير عظمته الله عظيم جدا وصلاحه وإزاي إنه مفروض يطاع الله اللي بيخاف ربنا يطوعه يطوعه صيته ويسنع مرضاته مهما كلفه الأمر مهما كلفه الأمر وصف الله إبراهيم قبل أباب في الإنجيل بأنه خائف له فقال إيه عنه نسمع كده قال إيه في تكوين 22 آية 12 يقول إيه يقول الله بيقول إبراهيم لا تمدي يدك إلى الغلام الغلام ده لو أسحى ابنه ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنه يبقى ترجمة ما خافت الله أنه طوعه ونفذ أمره وقرج عشان يطوع الله في موضوع أن يقدم إسحى زبيحة نقدر نلاحظ مخافة ربنا في طاعة إبراهيم هنا ما تكنتش مخافة الله بمعنى أنه يعني اضطرب أو بيرتعش من ربنا وخايف وربنا هيعمل فيه لا الخوف يساوي أن أنا بحبك وبسمع كلامك وأن أنا أنفذ أوامرك وأن أنا خاض عليك فالكتاب وضح أن كلام ده بتاعة إبراهيم بدون تردد وبسرعة يعني ما ترددش وقال طب هفكر طب هسأل صار طب سيب ليومين هطلب فرصة طب ديني تأجيل كده يومين عبل ما فكر لا 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 القرار حاضر لأن ما خافت الله في قلبه فقال لنا كده في تكوين 22 آية 3 فبكر إبراهيم صباحا وشد على أحماره بكر صباحا دي يعني من الصبح بادري زي ما يكون رايح ينفس حاجة مهمة جدا 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 لله أنه هو لازم ينفسها وبسرعة الله عايز كده بكر صباحا وشد على أحماره وأخذ اتنين من غلمانه معه واسحق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله الموضوع الذي قال له له بالضبط حب إبراهيم لله وإيمانه به واستعداده لطاعته جعله يسق في الله ويسلم أمره في قدير ربنا الحنية وما يخافش من أي تحتمالات مؤلمة جاية لما هيموت الوقت هعمل إيه وهقول ليه لسرة وهالسرة في إزاي وهتديني بدل ولا لأ والوعود بتاعتك ما فكرش ليه هتتم إزاي ما فكرش في كل ده أبدا لكنه نفس خافوا ربنا لغاية دلوقتي عندهم جرء أو شجاعة في الحق لأنه خوف الله ما لقلوبهم ما بيهبوش الضرر ولا حتى الموت أخي الحبيب وأختي العزيزة عشرتك لله وحبك له لا تكمل أبدا بدون مخافته لازم تخافه وما خافته هي اللي هتخليك تحفظ وصيها زي ما بيقول المسيح كده إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وليه نأتي وعنده نصنع منزلا عليك إنك تسق في الله وما تخافش من ضرر يصيبك لا فرزقك ولا فقدان مركز وظيفي ولا اجتماعي ولا تفقد صديق ليك خاف الله اللي أمرك وقال لنا أمرنا وقال لنا كده لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كلهما في جهنم اللي هو ربنا اللي مع السلطان لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين